طبعاً عدنا هذه ملفات مشفرة على حاسبة أخرى رقط لتجربة طبعاً يلسل ما نلاحظ أن هذه الملفات لا يمكن فتحها نهائياً بكامل أنواعها يعني الـ PowerPoint والـ Word والصور وكل الملفات الأخرى لا يمكن فتحها بشكل مباشر لأن هي مشفرة حتى نفتحها لابد أن ننصب شهادة التشفير المرفضة مع الملفات طيب نفتح شهادة التشفير حتى ننصبها طبعاً نضغط على Next Next رح يطلب من عندنا الباسورد اللي وضعناه عند تصدير هذه الشهادة ندخل الباسورد ضروري أنه لابد أن يكون الباسورد موجود بعدها Next بعدها Next ومن ثم Finish مثل من الله طبعاً تم تنصيب الشهادة بنجاح نذكر أن هذه الشهادة نتفسها لابد أن تكون منصبة بحاسبة المصدر وتنصب في الحاسبة الأخرى اللي تم نقل الملفات الحين طبعاً مثل ما نلاحظه الآن بعد تنصيب الشهادة الملفات تفتح بكل سهولة وبشكل كامل شكراً بكم شكراً بكم شكراً بكم شكراً بخز Impf